عربيا نبدو بمصر حيث أشادت وزارة المالية المصرية بقرار وكالة ستاندر أند بورز للتصنيف الإتماني بالإبقاء على تصنيفها لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند المستوى B من دون تغيير للمرة الثانية في سلاسة أشهر وذكر وزير المالية المصري محمد معيط أمس السبت أن الإبقاء على تصنيف الإتماني لمصر من دون تعديل يعد شهادة ثقة دولية جديدة بأن الاقتصاد المصري مستقر وأعلنت ستاندر أند بورز أمس السبت تصنيف الإتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو من دون تعديل عند المستوى B مع الإبقاء على النظر المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري والتصنيف B يعني قدرة على الوفاء بالالتزامات المالية على المدى القصير لكن الأحداث المعاكسة يمكن أن تؤثر على قدرة البلد على الوفاء بالالتزامات المالية وقالت الوكالة أن توقعاتها تشير إلى تراجع قيمة عجز الحساب الجاري خلال الفترة المغبلة حتى عام 2026 على ضوء مرونة سعر الصرف وتأثيرها الإيجابية على زيادة تنفسيات حصيلة الصادرات المصرية نظر نظر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر